اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية امريكية في مدينة الداخلة باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية واشهد جلالة الملك المفدى بما اعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة من اقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة اسرائيل الامر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة ونوه جلالته بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتسهيل التوصل الى هذا الاتفاق